تالت حاجة ولها أيضا علاقة بفكرة تسهيل احتراف اللاعبين أنا قلت لك جزء اللي فات دوت بتاع ضابط الميزاليات هيسهل احتراف اللاعبين طيب أنا كاتحاد كورة أو أنا كمنظومة كورة بدير الكورة عايزت دي للأندية امتيازات للي هيسيبوا لعبتهم تطلع في أوروب ما هو الأندية خلاص مسك كل واحد ماسك في العيد بتاعه يقول لك لا مش هيطلع في أوروب طيب أنا ديك امتياز بقى هسهلها لك أنا بوريك كل حاجة بتجيب حاجة عشان اللي جادي برضو هتجيب اللي بعدها أنا حاجة أقول مثلا للأهلي للزمالك بقولك إيه أنت عرض مندك عرض لزيزه في الزمالك في أوروبا هتقوله آه أنا عندي عرض كويس لزيزه في أوروبا طيب ما تسيبه لا مش هيسيبه يا أهلي عندك عرض كويس لمحمد عبد المنان في أوروبا آه طيب ما تسيبه لا مش هيسيبه طيب أنا تكتها تكورة حاضر أعمل إيه أقولك أقولك حتة أقولك حاجة نفكر فيها مع بعض مش شرط تكون هيس صح بس أنا نفتح الدماغ أنا قتلك من الأول أنا بفتح لك الدماغ مش بديك الحلول روح قل للنادي الأهلي أو نادي الزمالك عند الوقت فتح خمس لعبين أجانب لكل فريق صح كده قل للأهلي لو وفقت على عرض محمد عبد المنعم للنادي الأوروبا ده هسيب لك لعب أجنبي كمان روح قل للزمالك لو وفقت على بيع زيزو النادي أوروبا هسيب لك لعب أجنبي زيادة أنا قديك انت امتياز ما انت بتطلع لعب الأوروبا هتفيد منتخم مصر بعد كده خد بقى خد هتلعب أجنبي كمان يا عم يلا انبسط روح قلت واحد مكان أسيب لك هتيجي تقول لي إيه كأهلي أو زمالك مهم ما فيش بديل زيه في مصر وأنا الأجانب عندي كاملين خلاص روح قلت واحد أجنبي مكانه بس ودي لعبتك أوروبا تمام وهكذا هتيجي تقول لي مهم من جانب آخر يا كريم موكي الأهلي والزمالك يبقى عندهم ستة وسبعة وتمن وتسعة عشر لأيه بقى جانب أيها طلعه كام واحد بقى يا فرحيت أنا يبقى موجودين في الدور المصري يا فرحيت بقوة الدور المصري وجماله يقول لك يا سنة انت لو جابت لعب أجانب كتير في الدور المصري الكوة هتضعف والمنتخب هيتأثر يا فنة ما انت هتطلع ما انت زي ما بتستورد بتصدر وإحنا عايزين اللعيبة اللي متصدرة دي أكتر من اللعيبة اللي جوة تخلي الدوري كله أجانب مش مشكلة مهم يبقى عندها لعيبة مصريين كتير بره وحد يقول لك إيه لأ لأ بس خد بالك التجربة دي خطورتها ممكن يحصل زي ما حصل في السعودية لما بقى في لعيبة محترفين كتير اللعبين السعوديين يعني بقى لهمش ليهم تأثير كبير في المنتخب السعودي وده اللي اشتكى بإنه منشيني مدارب المنتخب السعودي لا الحكاية مختلفة انت كده كده اللعب المصري كده كده سوقه ينفع يتفتح في أوروبا كان مفتوح من الأول ويلفع يتفتح أكتر في أوروبا اللعب السعودي كان منغلق عليه في الفكرة الدولي السعودي ما فيش لعيبة تفتكر مين لعب سعودي احترف في أوروبا وكان يعني اسم معروف في نادي كبير في أوروبا مش هتفتكر صح؟ مش بقول ان هم لعيبة وحشة لعيبة عظيمة لعيبة أمارة السعودية عظيمة جدا بس كده كده مسوق رائق في أوروبا كده اللعيبة بتاعتك ديهم مسوق في أوروبا فافتح لهم صدر وبعد كده استورد عادي تاني الفكرة ايه؟ قولي الأهل للزمالك لبرمز الاسمائي اللي هيطلع لاعب في أوروبا لنادي محترم برد ما تطلع ليش لنادي في كوبروس مثلا وتقول لنا طلعت لك هتبقى واحد أجنبي لأ طلع لي في نادي مش برضو مش لازم يبقى سبانيا أو إيطاليا أو إنجليزي ابدأ لي سويسري كده ابدأ لي في هولندا ابدأ لي مثلا كده يعني في الحاجات اللي هي ايه اللي بنمني بيها وبعاكية يطلع على دوريات كبيرة ماشي